اشتركوا في القناة للمجلس الاعلى للان تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية صبوا منحة التقاعد لمستحقها قبل حلول شهر رمضان وتأكيد على طي ملف الادماج المهني هذه السنة تفعيلا للبرامج التنموية بالولاية المستحدثة برج باج مختار تستفيد من مشروع إعادة تأهيل وتحديث الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين رجان وبرج باج مختار وتميوين ومد شبكة الألياف البصرية عبر كافة بلدية الولاية جلسة وطنية حول واقع وأفاق تطوير الصناعات التحويلية للجلود والنسيج وفي النشرة تجربة ناجحة من ولاية تامنراست لتربية الأبطار الإفريقية واستغلال جلودها ذات النوعية الجيدة مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي يشدد على ضرورة توحيد الصف للدفع نحو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وترحيب بإعلان الجزائر للم الشم باعتباره أرضية سلبة لتحقيق الوحدة الفلسطينية أهلا بكم بداية ترأس اليوم سيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية للمواطن بتحسين ظروفه المعيشة تشهد المناطق النائية بولاية سوق هراس عدة مشاريع حيوية من شأنها فكل عزلة عن المناطق النائية التي ظلت لسنوات تعيش على هامش التنمية يقول طارق حجي قبل عامين من اليوم كان السبت سيهجر أرضه ومصدر رزقه لولا المشاريع التنموية التي أعادت الحياة لمنطقة سيد الهميس الحدودية بولاية سوق هراس بعدما كانت داخلة في ظل النسيان إلى أن أشرقت عليها شمس التنمية الحمد لله بفضل مجهودات الدولة الجزائرية التي وفرت لنا كل الوسائل والسبل وخاصة الإنجاز الجسر الرابط بين المحطة وبين الأراضي الفلاحية وثم الطريق الرابط بين المستثمر الفلاحية وطريق الوطن سعادتنا وفرت لنا فكت على العزة نهائية أنا استثمرت في الحمضيات من ليمون وبرتقال ومندرينة وزيتون ورمان الصورة ذاتها بمشاة بلدية سيد فرج الحدودية فمشهد مثل هذا شباب هذه المناطق كانوا لا يرونه إلا عبر شاشات التليفزيون وهاهم اليوم يعيشونه بكل تفاصيله وألوانه مدرسة زادون وداروا شو ديار الذراري الصغار داروا لهم شو ديار النقل المدرسي زادون أكار الحمد لله نحن تسمى المرحلة الآن فيها غريب ملاحة حواجة أبون حواجة أجدد كم الماطيق وكم الصد وسمها الوصول للبيت بأريحية والدفء في المدارس وقاعة للعلاج هي اليوم واقع يلمسه سكان الشقاقة وأولاد علي بن ناصر وقرية الثورة الزراعية وهي مناطق كانت محرومة بولاية سوق هراس اليوم الحمد لله هاو غاز هاو ترشيدي هاو ما هاي طريق هايشكول زيما ديمت حسنة المنطقة عنا برش حواجة زادت فينا كنا نستنى بقرعة الغاز كنا ننقفوا بها فطريق ديفوات وقفوا بها نهار كامل ومتعملها شفثي لسدور كارو عنا الغاز في 31 ديسمبر من سنة 2022 تم غلق جميع العمليات يعني 887 مشروع جواري على مستوى كل بلدية الولايات 26 تم انتهام منها نهائيا هي إذن معادلة الإرادة السياسية الزائد التجسيد الميداني لتأول إلى مواطن مصاني الكرامة مساهم في حلقة الإنتاج والثروة وتفعلا للبرامج التنموية بالولايات المستحدثة استفادت ولاية برج باج مختار من مشروع إعادة تأهيل وتحديث الطريق الوطني رقم 6 على مسافة 560 كم رجان برج باج مختار تيمياوين ومد شبكة الالياف البصرية عبر كافة بلدية الولاية مشاريع وقف عندها اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية رفقة وزير البريد والمواصلة السلكية واللاسلكية التفاصيل مع أيمن حنفي في أقصى الجنوب الجزائري تقع الولاية المستحدثة برج باج مختار يلمس المواطن هنا نقلة نوعية فالإرادة السياسية القوية تحدثت الصعاب واختزلت المسافات من خلال برامج تنموية هام وأغلفة مالية ضخمة قصد تجسيد المشاريع المسجلة في المنطقة نبعد على كل ولاية من 900 إلى 800 كم في مكان بعيد ومكان حدودي ولكن التمثل على أنها خالق فعل الجزائر الجديد وصلت نايدا من لي كانت بلدية اليضائرية وولاية رسمية صراحة نشكر الدولة الجزائرية على المجلات التي بذلتها لنا ولإكمال مصاري التنمية حضدت الأولويات وعلى رأسها التحديث وإعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 6 على مسافة 500 كم الرابط بين رقان برج باج مختار وتميوين هذه طريق شرايان حياة شرايان حياة لا بد لهم يكمل ورأنا شفنا اليوم سيد الوزير كما رأى نوه وشاف الطريق ومشين البيكاسي كونت شافها وشاف المعاناة لانتلقيتها الناس في الطريق وراها حارصين على بج تكمل الطريق هذه في الساعة إذا كان تم إحداث هذه الولايات والسيد الرئيس الجمهورية فكر في الإسرع بها فلا لشيء هو الذي يعرف المنطقة أساسا فلا لشيء فقط لأنه يريد وفي ظرف وجيز جدا أن يغير إذن هذه الأوضاع وتغيير هذه الأوضاع تبدأ بإنجاز هذا الطريق على المسار يعني عدد كيلومترات لرأي متواجدة فك العزلة جاء أيضا على شكل آخر وهو مد شبكة الألياف البصرية على مستوى كافة بلديات الولاية والتي بلغت نسبة تغطيتها بهذه الشبكة سبعين من المئة مما حسن من جودة الأنترنت ما شاء الله يعني هناك تحسن منحوض من حيث توفر للشبكة الألياف البصرية العديد من الأسر ببرشباجي مختار الآن عندهم ربط بالأنترنت التابت ذو التدفق العالي بتكنولوجية الافتيتياش في نفس الوقت وبنفس التقنية وبنفس التسعير اللي يلج بها باقي المواطنين لهذه التكنولوجيا البنى التحتية تعرف تقدما ببرشباجي مختار في مختلف القطاعات مشاريع سكانية وأخرى متعلقة بالصرف السحي والماء الشروب جعلت المواطنة في أريحية والحمد لله الدولة قدمت الكثير ونحن محتاجين أكثر تنمية الحمد لله من كل اللواحي من السينيسم ومن الماء نقدر ونقول ببرشباجي مختار من ما كان والو اليوم رأي في تسعين في المئة ولا ثمانية في المئة وسنحقق الكثير إن شاء الله لولايتنا هذه ولاية برج باجي مختار الذي يولي لها السيد رئيس الجمهورية الاهتمام البالغ باعتبار ما لاحظناه وما شاهدناه وما عيشناه مع مواطني هذه الولايات مستقبل جزائر في صحرائها وفي ولايتها الجديدة مستقبل جزائر في فلاحتها وفي مناجمها تقريب الإدارة من المواطن جسد مع توفير مختلف المديريات والمقارات الإدارية في المجمع الإداري الذي دشنا اليوم تنفيذا لتوجهة رئيس الجمهورية القاضية برفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد بقيمتها الجديدة التي سيتم صبها في حسابات المعنيين قبل حلول شهر رمضان المقبل أكد وزن العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من الأغواط أن سنة 2023 ستكون سنة لطي ملف الإدماج المهني في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص المزيد مع عبدالجليل عباس تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ورفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال تسوية وضعية عمال الإدماج المهني في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص قبل نهاية السنة الجارية وكذل رفع من منحة التقاعد التي سيتم صبها قبل حلول شهر رمضان القادم والزيادة في منحة البطالة والتي دخلت حيز التنفيذ في الثامن والعشرين من الشهر الحالي في خطوة تبرز جهود الدولة في تعزيز وتحسين الإطار المعيشي للمواطن غلق بصفة نهائية هذا الملف باش ما يبقلناش في الجزائر هذا العمل هذا يعني تشغيله يكون يتشغيل بصفة نهائية ولا منحة البطالة وزيد ركي إلزامية تتكوين لابد نكون هذا الشباب به المخزون تعني تعيد العميلة المؤهلة تكون قاوية إذا كان بغينا نروح للإقلاع الاقتصادي باش نجعل من سنة 23 هي سنة الاقتصاد وتع خلق ثروة بامتياز وفي إطار جهود الدولة في تقريب الإدارة من المواطن تم تدشين عدد من المراكز والوكالة المحلية للشغل بولاية الأغواط من أجل الدعم ومرافقة الشباب من طالبي العمل والمنح كنا نعانوا باش نروحوا لأفلوا ونطلعوا باش نجيبوا بطاقة طالب العمل والحمد لله الآن قربت المسافة وننجو وننجو هنا بارك عند خاوتنا استقبال ما شاء الله مجهودات معتبرة تبذلها الدولة للاهتمام بالمواطن ومرافقته والعمل على تحسين أوضاعه الاجتماعية والمهنية ومنحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية ضمانا للعيش الكريم وحفظا لكرمة مستفديها من شأنها أن تفتح لهم فاقا واسعة لأولوج عالم الشغل مسين حمية مستفيدتان من منحة البطالة سارة وصابرينا حاصلتان على شهادات من التكوين المهنية قرار رئيس الجمهورية في صب منحة البطالة كان متنفسا وضمانا للعيش الكريم لهما منحة شهرية تغطي أيضا الاحتياجات الأساسية وتمكنهما من مزاولة تكوينات أخرى قد تفتح لهم بابا جديدا لعالم الشغل من بعد ما قلت لي صاحبتي على المنحة وجدت لي بابي تاوي اتفحت الدوسية تاوي ورحت لا نم استقبلونا غاية زيما ساعدونا مليح خرشت الدوسي استفاديت منها بزيب ونشكر الرئيس رانا نديرو بيها شحل من حاجة حبسنا شوية على دارنا عطيني عطيني ننشر بيها شحل من حاجة البداية كانت من هنا من الملحقات المحلية لتشغيل بوهران تسجيل للاستفادة وصب للمنحة بعض إتمام الإجراءات اللازمة والزيادة الأخيرة في المستحقات فتح لهم آفاقا جديدة اليوم طلقت أنا وصارة وطلقينا باش زع ما نجو نشروا سوالح ايتو ورين بساعدتنا المنحة في بزيب سوالح بس كيو آذان ما كناش نجمو نشروا وقع شخصنا وقع هذه المنحة حاجة مليحة راني نشري بيها سوالح شغل نسحق سوالح بزيب راني نشري وحدي كل شهر نشري حاجة حفظ لكرامة طالبي الشغل واستثمار في العامل البشري هي منحة البطالة لصالح شبابنا في انتظار الحصول على منصب عمل ضمن الفرص المتوفرة وضمن مسار عصرانات تسير ورقمنة الإدارة يسعى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمل الأجراء إلى تحسين خدماته للتكفل بواحد وثلاثين مليون ما بين المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق المتابعة لملكة بن عويشة خطوة متقدمة يحققها صندوق الضمان الاجتماعي في مجال رقمنة وعصرنة الخدمات والآداءات مثال عن الرقمنة هذا الملف الطبي نقدر نطلع على كامل الوثائق الطبية والمسار العلاجي والملف هذا رهوطني سوف يكون معه هذا الملف الرقمي تاني يمكن إجراء المراقبة الطبية عن بعد عند الصيدلية للمؤمنين اجتماعيا وهذا ما يجنبهم التنقل إلى الصيدلية حوالي خمسين ألف مراقبة بعدية جريناها في وكاة الجزائر في سنة قاعدة بيانات لواحد وثلاثين مليون بين مؤمن اجتماعيا ودوي حقوق يتم التحكم فيها هنا بمركز شخصنة البطاقة الإلكترونية تم إنتاج ثمانية عشر مليون بطاقة حد الآن منذ الفين وسبعة بوسائل تقنية حديثة ويوجد مركز تاني بولاية الأغواط له نفس المهام أكثر من سعمية مركز ومركز دفع ملاحق وعيادات متخصصة كلها معصرانة ومربوطة بمركز البيانات الوطني ويصهر على هذا المركز مهندسون جزائريون في الأنظمة المعلوماتية ما يقارب أربعة آلاف طبيب ومائة وخمسين عيادة خاصة متعاقدة مع الضمان الاجتماعي تم ربطها بالأرضية رقمية لقاعدة البيانات المستحدثة هذه العيادات التي تخص أمراض الكيلة وأمراض القلب وكذلك العيادات تعليزة كوشمو بدون تنقل إلى الصندوق قام الصندوق بتطوير العديد من الخدمات الإلكترونية جاوزنا عتبت 2 مليون مستخدم البوابة رح تنقص المواطنين يعني عناء التنقل رح تنقص الاكتظار في المراكز رح يعني بنقراء يعني بأنكليك يقدر يخرج يعني يستخرج هذا الانتساب والأخير من الخدمات عاصرنة الضمان الاجتماعي أولوية قطعية للارتقاء بالخدمة العمومية وتحقيق الفاعلية في التعاملات وبهدف الارتقاء بخدمات طب العمل تعد العيادة المتخصصة في جراحة العظام وتأهيل الوظيفي لضحايا حوادث العمل بمسرقين بوهران من الأقطب الصحية الهامة من حيث التكفل وتوفير تكلفة العلاج بالخارج نوال بن طوبا والمزيد منذ سنوات تقدم هذه العيادة خدمات نوعية للمرضى من ضحايا حوادث العمل المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق تنشط منذ 1984 كان نشاطها متخصص بالتكفل طبيب البيداغوجي بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عندنا ثلاث تخصصات جراحة العدام تأهيل الوظيفي وتكفل طبيب البيداغوجي بالأطفال ذوي الإعاقة الحركية العيادة منذ سنة 2009 شرعت في إدراج النشاط الضبية الجراحية بإجراء جراحات جد دقيقة وتحت إشراف طقم طبي متخصص مما وفر على المريض عناء وتكلفة العلاج الباهض بالخارج جراحة العمود الفقاري سكوليوز وتوسكي توموغال نقوم بالرمبلة سانفرتبلات تعويض الفقارات هذه العملية جد مكلفة نقام في الخارج بين 40 ألف إلى 120 ألف أورو وهنا تكلفة تحتهم بطاقم جزائري طبي جزائري 100% تنقام في حدود 1 مليون دينار جزائري المشروع الثاني هي جراحة الكاتف وإن دعمت العيادة بأحدث الأجهزة ينكون انضارتروسكوبي كاتكا هي الموجودة على مستوى لكلينيك انترناسيونال نشاط الثالث المعروفة به العيادة في مجال جراحة العظام هو جراحة تعويضية هنا يوين الفريق الطبي ما يزيد عن 200 مريض يوميا تستقبله المؤسسة من أجل حصص التأهيل الوظيفية إلى جانب التكفول الطبي والبيداغوجي بالأطفال دوي الإعاقة من ناحية الخدماتية من ناحية التقنية والبيداغوجية ما شاء الله لقيهم السحارة موقفين معنا لقينا الدولة وكفت معنا في هذا الجانب في هذه المؤسسة تلقينا عناية من كل شيء أفضل من ما يكون الحمد لله يا ربي تجهيزات طبية حديثة وخدمات نوعية مكنت هذه العيادة كأول مؤسسة صحية عمومية بالوطن من الحصول على جائزة إيزو الدولية مرتين في قطاع النقل تم اليوم يطلق المسعد الهوائي الذي يربط وسط مدينة وهران بأعالي جبال المرجاج وهو ما يعد إضافة نوعية للسياحة بالمنطقة وذمن الحركيات التنموية بالولاية استراتيجية جديدة بميناء وهران للرفع من قدرات هذه المنشأة من خلال توفير الهياكل والوسائل اللوجستية اللازمة يقول سوفيا المقنين حقق ميناء وهران زيادة تقدر بأربعين بالمئة في حجم الصادرات سنة الفين واثنين وعشرين لدى حضوره عرضا حول نشاط الميناء أكد وزير النقل على ضرورة تجسيد المنصة الرقمية للمجتمع المينائي عبر جميع الموانئ لتقليص أجال شحن وإفراغ السفن من جهة أخرى أشرف الوزير على تدشين هذا المسعد الهوائي الذي انتظره السكان وهران طويلا هذا المرفق العمومي واحد من عديد المشاريع التي تسعى السلطات لتجسيدها عبر المدن الجزائرية المختلفة على المستوى الوطني لدينا 13 مسعد هوائي الستة هي وظيفية واليوم السابعة هذه في ورن وإن شاء الله سوف نعمل على إعادة تشغيل المسعد الهوائي لقسنطينة والجزائر الاسمة والمدنية وسائل النقل الحديثة صديقة للبيئة والتنمية الحفاظ عليها مسئولية تقع أيضا على عاتق المواطنين والذين سيستمتعون دون شك بأجمل المناظر من خلال هذه المقصورات الهوائية الجميلة وفي شأن ديسلة تحول المجمع العمومي في غوفيال المختصة في صناعة الحويات ومعدات السكك الحديدية بولاية عنابة تحول في ظرف سنتين من مؤسسة متعثرة بسبب ثقل المدونية إلى مؤسسة ناجحة ضعفت من رقم أعمالها مقلصة مقلصة بذلك من فتورة الاستيراد عبر خطة إنعاش متكاملة المزيد معارضة برمسينة حقق المجمع العمومي في غوفيال المختص في إنتاجه المعداتي والسكك الحديدية النسبة المهمة في ارتفاع رقم أعماله والذي قارب المليار دينار جزائري على أن يتضاعف في العام الجاري وفقا لخطة إنعاش بشرتها الوصاية منذ سنتين قمنا باستراتيجية لهذه المؤسسات لمحاولة إيجاد منتوجات أخرى اللي ممكن تنتجها المؤسسات على غير المنتوج الأصلي اللي هو العرباتسكيك الحديدية قمنا به تحديث هذه المؤسسات على أربع محاور أنا واحد من العوام اللي كيمتشوف لماشين جدود رونوفلين لماشين تعنا جبناها ماشينات جديدة متطورة قدرنا لبرونتيساج تعنا هنا كنا في التكوين المهاني ونساء ربي وعيطنا نخدمه طورنا خدمة تعنا هنا كنا نخدمه لفاقون بعد بدلنا ولينا لفورنسي نيراتير ولينا لبان بسكيلون لبلاتو ولينا نقل عربات بكل أنواعها لكونتينار نخدمه حتى لكونتينار بأنواعها تعد في روفيال بطاقم يتجاوز 600 عامل مثالا في النجاح في التخطيط بتنوع منتجتها الحديدية وعلى رأسها الحاويات بمختلف أنواعها وتكنولوجياتها العادية منها والمبردة والتي حققت للجزائر الاكتفاء الذاتي قبل التفكير في مرحلة التصدير في إطار تجسيد أوتر التعاون بين القطاع الصناعة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تم إمضاع 15 اتفاق شاركة بين المجمعين الاقتصاديين وهما المجمع الشركة الجزائرية لصناعة سكيل الحديدية والجزائتها والشركة الصناعية الجزائرية للنقل سيطال وفيروفيال يهدف أساسا هذه الاتفاقيات إلى صناعة إلى تشجيع ورفع نسبة الإدماج بصناعة الحاويات فكما تعلمون فإن صناعة الحاويات أو سعر الحاويات قد عرف مؤخرا ارتفاعا جنونيا بحيث أصبح يشكل عبئا كثيرا على ميزانية الدولة حوال 100 مليون دولار سنويا في لوفيال وفي إطاري سراتيجية تنويع نشاطاتها منتجاتها وزبائنها حدثت من تجهيزاتها ومعداتها فضلا عن شراكتها مع عالم البحث العلمي توجد تشغال المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بالجزائر توجد ببيان ختمي شدد فيه المشاركون على ضرورة توحيد الصف في وجه الاحتلال الصهيوني وممارساته التعصفية ضد الشعب الفلسطيني والدفع نحو إقامة دولة فلسطينية ذات السيادة عاصمتها القدس الشريف مرحبنا بإعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشامل باعتباره أرضية سلبة لتحقيق الوحدة الفلسطينية المزيد مع خليدة حاجللي في سياق دولي وإقليمي يشهد تزاعات وسراعات معقدة يعلو اليوم صوت واحد للحكمة والوسطية والاحتدال بإعلان الجزائر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع الالتزام أيضا بتفعيل وتحقيق أهداف ومبادئ الاتحاد التي ترمي إلى تحقيق السلام وهو ما دعت إليه الجزائر ضمن مقترحات رئيس الجمهورية إذ نعرب عن عميق شكرنا وامتناننا للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لتكرمه بوضع هذا المؤتمر تحت رعايته السامية وللاهتمام البالغ الذي يوليه لمسألة إعادة بعد العالم الإسلامي وإذ نرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل الفلسطيني والذي أنهى انقساما دام سنوات عدة ليشكل بالتالي أرضية صلبة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإذ نشير إلى الضرورة الملحة لتبني مقاربة متعددة الأطراف شاملة ومتوازنة من أجل التصدي بصفة فعالة وناجعة للتحديات العالمية المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية هو التوافق الواسع اليوم حول إعلان الجزائر التاريخي للمشمل الأشقاء الفلسطينيين ولمشمل الأمة الإسلامية تسعى الجزائر إلى وحدتها وفق آليات عملية وخريطة طريق محتمدة الجزائر تدعم من تدعم إنشاء هذه الألية وتسعى من أجل إنشاء هذه الألية وهذه كانت ألية يعني المية في المية في صالح يعني الدول الجوار والدول الساحل والصحراء والدول في مكافحة الأرهاب المقترحات الجزائر التي تقدرها إحنا كل أيدناها سواء في اللجنة التنفيذية أو حتى اللجنة العامة ونتأمل أن نترى النور وأكيد أنه مدام الجزائر ستطولى الرئاسة لمدة عام أكيد رح تبع التنفيذ هذه الخطوات حتى نراه إنشاء الله على أرض الواقع مخرجات التي أوصى بها الرئيس هي مخرجات جيدة جدا ونأمل أن تكون ليست شعارات أن تكون أقوال حقيقية وترسم في واقع المجتمع الإسلامي بحث روح جديدة في العمل الجماعي لعزة الدين والأوطان رهن جديد يضاف إلى مسار الجزائر في إحلال السلم والأمن والاستقرار وتوصيات تخدم الأمة الإسلامية وتخول لمنظمة التعاون الإسلامي أن تكون المدافع القوي عن الشعوب الإسلامية بالمحافل الدولية وفي ندوة صحفية أعقبت اختتم الأشغال كدى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن الندوة شكلت أرضية لتحقيق أهداف الشعوب الإسلامية مشددا على أن القضية الفلسطينية تبقى تشكل القضية المركزية للأمة الإسلامية هي أن مخرجات المؤتمر السابع عشر لإتحاد أعضاء المجالس التابعة للمنظمة التعاون الإسلامي يعتبر هي تكملة لمخرجات القمة العربية نحن في هذا الصدد ما بقناش محصورين في الفضاء العربي ولا شتو استضفنا ضيوف شرف لأن شفنا بأن القضية الفلسطينية أولاً وشحي دعمها هو نقوولها الدعم على مستوى العالم وعلى هامشة أشغال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي استقبل رئيس مجلس الأمة سلاح جوجيل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب كما استقبل رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان خالد بن هلال بن ناصر من جهة استقبل اليوم رئيس المجلس الشعبية الوطنية إبراهيم بوغالي رئيسة البرلمان الإندونيسي بوان مهراني كما استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني رئيس برلمان غينيا دانسا كوروما بوغالي استقبل أيضا وكيل الشعبة البرلمانية لمجلس الأمة لدولة الكويت ثامر سعد الضفيري كما استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني رئيسة برلمان جمهورية الموزنبيق إسبرينسا لوروندا بياس بوغالي استقبل أيضا رئيس المجلس الشعبي الوطني نائب رئيس مجلس الشعب السوري الدكتور محمد أكرم العجلاني في تعاون الجزارية الفلسطيني استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطل عمامرة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح وخلال اللقاء استعرض طرفان تطورات الخطيرة التي يعرفها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء التسعيد العنيف الذي ينتهجه المحتلة الصهيوني ضد الشعب الفلسطينية من هنا نقول نحن الآن برعاية الجزار وبرعاية فخامة الرئيس عبد المجيد تابون نقول إن شاء الله نتوصل إلى تطبيق وتنفيذ كل ما تم التوقيع عليه في إطار حكومة فلسطينية موحدة وفي إطار مجلس وطني فلسطيني جامع يمثل الكل الفلسطيني دون استثناء ضمن الاستراتيجية الوطنية الرمية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني تم اليوم تنظيم جلسات وطنية حول واقع وافاق تطوير الصناعات التحولية للجلود بغية تنشيط هذا القطاع والإسهم في الرافع من مردودية الاقتصاد الوطني المزيد من التفاصيل مع مايا خرفي تحويل الجلد ومشتقاته والصناعة النسيجية الموجهة لاستعمالات عدة تعتمد على المواد الأولية المحلية وبجودة عالية وهو التوجه الذي اعتمدته الدولة من أجل تنوع الاقتصاد نحن نخدمه لفاست كوير ملابس جلدية فيها أنواع بزيف هذا المعرض بيصير وعطينا فرصة باش ننسوقه المنتوج التي يطلعون جيب الأفاق نتعهد الصناعات هذه هي مشروع أن الجودة نزيد ونطورها أكثر من لازم لأننا لم نحن بعد على الجودة الأوروبية أو الجودة الخارجية رأيهم الناس يرون الجودة ورأيهم يقولون أنها جودة رائعة جدا لهذا نحن نروح للتصدير لدينا خبرة حوالي 25 سنة في الأقمشة والألبسة جلسات وطنية خاصة بالصناعات التحويلية للنسيج والجلود ذمن مخطط عمل للانعاش الصناعي من خلال رؤية استشرافية تساهم في تحسين وبعث اقتصاد وطني والولوجي إلى الأسواق الخارجية يشهد قطاع الصناعة انطلاقة جديدة بوضع مخطط عمل مستدام من برنامج السيد رئيس الجمهورية لترقية وتطوير الفروع الصناعية وذلك عبر تشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز تنفسيته ومكانته في السوق الوطني بهدف الرقم من نسبة مساهمات قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام خلق مناخ ملائم للاستثمارات من خلال منظومة جديدة مستقرة لتطوير الاستثمار وجذبية بإدراج تحفيزات جديدة لتشجيع المستثمرين وتسهيل مناخ العقار الصناعي أفاق جديدة لتطوير المنتجات الوطنية في مجال النسيج والجلود وذمان النوعية والجودة في القطاع وضمن هذا المنحات تخوض ولاية مرس تجربة تربية الأبقار الأفريقية لتبوين السوق المحلية وتوفير المادة الخام من الجلود ذات النوعية الجيدة هو ما تسعى إليه مؤسسة جيتاكس جيتاكس لتطوير الصناعات الجلدية وتصديرها نحو الدول الأفريقية حنان بورايو الدربوزي هو هذا النوع من الأبقار الذي يربى اليوم في ولاية تماغست الفكرة كانت باشتراء قطعان من هذه الفصيلة الإفريقية المحلية من تجار مقايدة ليتم تدجينها بعدما كانت تعيش في البرية مع اعتماد نظام تغذية وعناية بيطرية خاصة لتتأقلم مع المناخ المحلي وتجهز للاستهلاك اليوم المتعامل الاقتصاديين تجار طرق اليوم هما لرهم يمونون بهذا اللحوم هما لم يجيبهم احنا هنا للوحدة انتعنا ما عادنا إلا نسمنوهم ورقلوهم من جهة الكمية والجود المشروع هذا يمون المنطقة ويكفيها من اللحوم الحمراء مع تسويقها للولاية الأخرى تحت تسمية لحوم الجنوب كما يوفر جلودا خام ذات جودة عالية وبمقاسات كبيرة تسمح باستغلالها مستقبلا في بعث الصناعات الجلدية وتحويلها اليوم راكم شفتوا الجلد على طبيعته دروق الجلد هذا هو انتعنا اللي ما مشاركت الجلود جات شافته وصورته هذا هو ان شاء الله اللي راح نخدمه عليه الجلود لأنه عندنا موجود هنا والكمية كينة والنوعية النوعية انتعوا ما شاء الله فكرة تسطر آفاقا مستقبلية واعدة لخلق وحدات تحويل الجلود في تمانغاسة أين يلقى هذا المنتج طلبا كبيرا من ساكنة المنطقة ولم لا خلق خطب لتصديره نحو الدول الإفريقية فكخطوة أولى استحدثت مؤسسة جيتكس الوطنية لصناعات النسيجية وتحويل الجلود نقطة بيع لمنتجاتها في هذه الولاية والفكرة اللي راح نبغيين يريكي بيري وليكويفر راح يطايش اللي هنا لو حبي يقوله هنا يقدروا يريكي بيري ويخدموا يدروحنا ماذا بني دروحت الانتاج لنا فاقتعنا هي ترويج منتجاتنا للمواطن الجزائري تقرب منه أكثر فأكثر ومنه نفتح باب للتسويق للبلدان المجاورة الميزة التي لدينا هي جدة المنتج والثمان تنفسي تمغست عاصمة الساحل الإفريقي مؤهلة لتكون قطبا استثماريا وتجاريا واعدا في العمق الإفريقي للجزائر إلى فعاليات طبعة الثالثة للمعرض الدولي للتهوئة والكهرباء والتدفئة التي افتتحت اليوم بمشاركة ثمانين عارضا محليا وأجنبيا التظاهر تعرض منتجة صديقة للبيئة وأخرى تسهم في الحد من مخاطر التساربات الغازية وتعد الأولى من نوعها فيما يخص الترويج لمعدات وتقنيات هذه الشعبة في شمال إفريقيا ياسيني أجهزة بتقنيات حديثة ومعدات بجودة محلية عالية تعمل من جهة على إحداث ديناميكية صناعية اقتصادية بمعدل استهلاك طاقوي منخفض ومن جهة أخرى تستجيب للمعايير الأمنية لازمة لحفظ سلامة المستهلك من مخاطر الإنبعاثات الغازية مشاركين في المعرض هذا بأجهزة التدفئة وليشو دير اللي هو منتوج جديد نقدر لها ندير لها بروغرام اللي أن بروغرام ممكن تشعل وكتش تطفى حتى الإنسان ما يكونش في المنزل في هادي سيستان دالار مديبيب صنور ما توفر له سلامة للمستهلك أي مدفقة تخرج من المصلع رايه مرفقة بجهاز كشف الغاز قرف التبريد المحمولة على الشاحنة مختصة في توزيع المواد المجمدة من توجه هذا أنه صديق البيئة ويعني يقتصد في الكلوفاتي على النينارجي نصنع أدوات التكييف والتهوية والتبريد زدنا تطورنا في الشركة هادي لوصلنا نخدمه كل لوازم الديكور يعني البيئة تراز ننتج لواحق التتكييف المركزي الديفيزور الريغري الريغان فليكسيب الريسيب هنا نمبرتهم من دول الخليج من أوروبا وحتى من الصين لكن الحمد لله الحقناوين رأنا نصنعوهم نقدر نقوله 100% اللي هنا في الجزائر تظاهرة صناعية جمعت في فضائها مختلف الفاعلين في هذه الشعبة لتقدم لهم فرصة التعريف الترويجي والتسويقي لمندجتهم وفي أخبار تقصد الثلوج التي تهاطلت على بلدية لمسارة بولاية خنشلة إلى قطع كل الطرق المؤدية إليها حيث ظل أغلب مستعملي هذه الطرق عالقين إلى غاية تدخل مختلف المصالح لفك العزل عنهم المزيد مع عبد الرحمن شباح بعد أن تهاطلت بعدة ولايات من الوطن ها هي ثلوج الخيري تزور ولاية خنشلة وهذا ما أدى إلى قطع الطريق بين بلديتي لمسارة وبحمامة وجهود كثيفة تبذل لفتح هذه الطريق تم تدخل بأشغال عمية للفرع الإقليمي دارة بحمامة بكاسح الثلوج لفتح الطريق الولائي رقم 172 ألف الرابط بين أبو حمامة لمسارة ولذلك نطلب من المواطنين توخي الحيطة والحذر كثير خير السلطة لأشغال عمومية أبو حمامة في كنابريل لنالوحن ذي جرن لمسارة أبو حمامة يوثوذ في الأقوية ذو الخير ذو حلق الحمد لله الخير يسيل بس لنظرية ذو الخير دام القرآن ثلوج خيرات سنة إن شاء الله عام خير هذه الجهود تواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل لفك العزل عن الأشخاص العالقين بمختلف الطرق المؤدية إلى بلدية لمسارة نوجه نداء لمستعمل الطرقات أنهم يلتزموا شوي للحذر أثناء السياقة ونقولوا بللي مصارح البلدية رأي مسخرة 24 ساعة إلى 24 ساعة بالتنسيق مع المصارح الأخرى من الأشغال العمومية وفرقة الدرك الوطري لفتح الطرقات وتسهيل حركة المرور فبالرغم من أنها قطعت كل الطرق المؤدية إلى البلدية إلا أن هذه ثلوج أثلاجت صدور سكان المنطقة خاصة وأنها جاءت بعد سنوات الجفاف في طار مكافحة الجريمة بشتى نواعها تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتمزورة بعين تيموشينت من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية دولية متكونة من أربعة أشخاص مشتبه فيهم مختصة في ترويج المخدرات الصلبة والمهلوسات تمكن أفراد الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بتمزورة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تيموشينت جماعة إجرامية دولية متكونة من أربع أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين ستة وثلاثون سنة وسبعة وخمسون سنة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة والمهلوسات تم حجز ما يلي واحد كيلوغرام من مادة الكوكايين أربعة عشر ألف وخمسمية وتسعون قرص مهلوس نوى إكستازي سبعة كيلوغرام من الكيف المهالج مبلغ مالي يقدر بسبعة وثمانون مليون سنتيم سلاح أبيض من الصنف السادس أربع هواتف نقالة فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل جمهورية لدى محكمة حمام بوحجر الختم إذن بالحدثي الكروي الإفريقي الذي تحتضنه بلادنا حيث حل المنتخب الوطني لكرة القدم للمحليين بمدينة وهران مصرح المباراة قبل النهائية هذا وأجر أشبال المدرب مجيد بوغرة حيثتهم التدريبية الأخيرة تحسبا لمواجهة منتخب النيجر في الدور النصف النهائي أمين بالقدوري بمعناويات مرتفعة وروح عالية أجرت العناصر الوطنية آخر حصار تدريبية تحسبا لموقعة النصف النهائي غدا أمام منتخب النيجر حيث أكد الناخب الوطني مجيد بوغرة على جهيزية عناصره لهذه المواجهة نقل مجد أثنين نقل أنت على جهاز نعم أنه ملاحظ نعم وعنا نعم 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 فرحانين نعم نعم ص Row نعم 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 نا نعم نعم من جهته أكد مدرب منتخب النجر أنه حقق كل الأهداف المسطرة خلال هذه الدورة ويسعى أشباله إلى الظهر بمستوى جيد أمام الجزائر لتحقيق المفاجأة حققنا إلى غاية اللحظة أهدافنا التي جئنا من أجلها ونبحث عن تحقيق المزيد خلال المباراة النسف النهائية بتصحيح الهفوات التي ارتكبناها خلال اللقاءات السابقة والخطأ ممنوع خلال هذا اللقاء هي مقابلة يطمح من خلالها الخضر إلى تحقيق إنجاز جديد الكرة الجزائرية وتعبيت الطريق لتتويج غير مسبوق ختم النشرة وهذا الآن تذكر بأبرز العناوين رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن تنفيذاً لتوجهات رئيس الجمهورية صبوا منحة التقاعد لمستحقيها قبل حلول شهر رمضان وتأكيد على طي ملف الإدماج المهني هذه السنة تفعيل للبرامج التنموية بالولايات المستحدثة بورجباجي مختار تستفيد من مشروع إعادة تأهيل وتحديث الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين أرغان بورجباجي مختار وتيم يوين ومد شباكة الألياف البصرية عبر كافة بلديات الولاية جلسات وطنية حول واقع وأفاق تطوير الصناعات التحولية للجلود والنسيج وتبعتم في النشرة تجربة ناجحة من ولاية تامر راست لتربية الأبقار الأفريقية واستغلال جلودها ذات النوعية الجيدة مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي يشدد على ضرورة توحيد الصف للدفع نحو إقامة دولة فلسطينية ذات السيادة وترحيب بإعلان الجزائر للم الشمل باعتباره أرضية صلبة لتحقيق الوحدة الفلسطينية كان معكم في رئاسة التحريش عبد الرحمون وفي الإخراج كامل ملك شكرا لكم على المتابعة في مانيلا ترجمة نانسي قنقر